هي توفيق في بعض الأحيان وعدم توفيق أنا يعني الكرة بتاعة أفشة دي لو جات أو كرة الشحات أو كل الفرص اللي جات للأهل دي لو واحدة منهم جات لطشت كده وادركت التعادل حتى كولر تغيراتها تختلف ما كانتش هينزل بكهرباء مثلا في ديها 87 ما كانتش هينزل حيصحب حسين الشحات ونزل طاهر كان هينزل حمد فاتحي وحيصيب أليو ديانج في الملعب ويلعب بتقلات هامد بندر كان ممكن ينزل باب دي بندر الثالث حتى لو قاله وتعبان عشان يقفل الملعب كان ممكن ينزل بصير دي باكتيني عشان الشهوط الثالث والرابع فأنت بتتكلم على أداء بيختلف لمجرد أن فرصة بتيجي وشوف أنت جالك كان فرصة بتضيع هو جاله كان فرصة بيجيب دي برضو فروق فردية طبعا لأنه دول نجوم عالم وده نادي على أعلى مستوى يعني نادي كبير ونادي له قيمة العادية جدا ونادي عظيم جدا نادي ريال مدريد الملاحظة اللي بنقولها عشان برضو يبقى الحق كله بيتقال خطأ كولر في المباراة أنه بدقها بشكل مختلف عن الماتشين اللي فيته يعني مفترض العكس الصحيح يعني تنزل قدام سياتل شوية عندك نزعة هجومية تنزل قدام أوكران سياتل شوية عندك نزعة هجومية بتبقى قافل شوية بتبقى فاتح شوية قدامهم لكن قدام الريال كان لازم تنزل تقفل نص الملعب أكتر من كده وتنزل مأمن أكتر من كده لكن هو بدأ بمحمد مجدي أفشا وزا ما قال كابتر رمضان كده كانت حتيبها تغييرة مهمة في إديك يعني يقدر إقلب لك الماتشي لو أنت حتى خسران اتنين واحد ونزلت أفشي ده راميته في الداية ستين ولا خمسة وستين ولا في الداية سبعين زا ما حصل كده الماتشي اللي فات ولا قلب لك الماتشي وخرج أحصل لها في المباراة الماتشي اللي فات بتاع السياتل وقفش بدأش المباراة ولا بدأ حتى ما شوت تاني نزل آخر نص ساعة والآخر خمسة وعشرين دقيقة خرج من المباراة جايب لك الجول وخارج واخر لقب أحسن لعب في المباراة إنما في الآخر الأهل عمل إنجاز كبير الأهل نجح إنه هو يحق أداء متميز يوصل لسيبي فاينال كاس عالمي الأندية حيلعب عن مركز الثالث والرابع وده حاجة على فكرة بالنسبة لي النادي الأهلي حاجة عظيمة جدا والأي نادي في العالم هو فيه أندية تبقى أمنية ليها كبيرة جدا إنها تعدي من قدام كاس العالم وفيه أندية لما تخسر سيبي فاينال كاس عالم الجمهور يحزن ودي فروق بقى في الطموحات ودي فروق في الإمكانيات ودي فروق في الرغبة وعشان كده الأهلي بيظل دايما هو نادي كبير ونادي الحقيقة نادي عظيم جدا كل الشكر اللي نجوم النادي الأهلي كل الشكر للعيبة النادي الأهلي أنا هطلع فاصل سريع هنتبه مع بعض مواجهة ريال مدريد أمام النادي الأهلي وحنشوف هلالي السعودية اللي بيستطلع سماء العالم في المباراة النهائية ونرجع تلك